بفضل أراضيها المنبسطة وكميات المياه الباطنية المعتبرة التي تحوز عليها أصبحت منطقة عين بن خليل بولاية عامة قطبا فلاحيا إلى جانب النشاط الرعوي بدنا من نقطة تحت الصفر واليوم الحمد لله رانا ماشيين في تحسن مرافقة السلطات ونزيدون طالبهم نزيدون رافقنا في المجال تحت الكهرباء ومجال تحتريك والمجال تحت سريح تعليز أنغري ومجال تحت سوية تعالوثائق أكثر من 16 ألف هكتار منحت ضمن الاستغلال بواسطة الامتياز تعمل على إنتاج الأعلاف الخضراء الحبوب بأنواعها والبطاطا الإنتاج الأول هو أحنا كان الأعلاف وكان الخضر في قضية الأعلاف كان الفصل والدراء والخرطام وفي قضية الخضراءات عندنا البطاطا والجزر واللفت البطاطا هي الأساس الحمد لله الإنتاج بطاطا راهنا جعلنا 80-100% عنا هنا فلاحة 150 فلاحة كل تخدم إنتاج هذا البطاطا نحن عيشنا هنا في تراب نبغو التراب وحب التراب بس صح ما غبونيه في الضوء مكانش تماشيا مع هذه الديناميكية يجري العمل لتجسيد برنامج الكهرباء الفلاحية ومضاعفة استغلال المياه الباطنية دعم الدولة من جانبين سواء بالنسبة للكهرباء الفلاحية أو بالنسبة للسقي يعني ضرورين لهم بتدعم الفلاحة أكثر بالنسبة للكهرباء رأيهم أكثر من 300 مليار سنتيم أكثر من ألف كيلومتر اللي يمشاء على مستوى الولايي جوز ألف و25 كيلومتر والعملية مازال متواصلة كذلك بالنسبة للأبار والتسهيلات التي تقدمت في الإطار بلدية وحدة فقط فيها 500 ترخص وهذا بأن شديع الفلاحين والعمل مازال متواصل ترمي هذه المقاربة إلى استغلال المقدارات المحلية وتثبيت السكان في مواقعهم عبر تنمية مندمجة